مجلس الشورى الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن التعديل الدستوري جاء بناء على وجود جرائم تعد خطرا على أمن المملكة وسيادتها مع استفحال الإرهاب مشيرة إلى أن التعديل جاء أسوة بدساتير في بلدان أخرى مثل مصر والأردن وعمان وتونس وأشارت اللجنة إلى أن القضاء العادي والقضاء العسكري متماثلان في التنظيم وتشكيل المحاكم إذ يخضع القضاءان لضمانات تكفل المحاكمة العادلة للمتهم من حيث الإجراءات والسير في إجراءات المحاكمة والحق في وجود محامل للدفاع والتقاضي على درجتين إضافة إلى خضوع الأحكام لرقابة محكمة التمييز من جهتها أكدت وزارة الدفاع العمل مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون جديد يحد من انتشار الإرهاب مؤكدة استناده على التعديل الدستوري الذي يمد صلاحية القضاء العسكري وقالت أن التعديل الدستوري يرمي إلى محاكمة كل من يعتدي على المنشآت العسكرية وقواتها وأجهزتها ومعلوماتها كما يحمي العسكريين المشاركين في الحروب الخارجية خاصة مع تفاقم الإرهاب الذي يستهدف القوات العسكرية في المنطقة إلى ذلك قالت وزارة الداخلية أن التعديل الدستوري سيتيح للجهات المختصة إحالة بعض الجرائم الخطرة على المصلحة العامة إلى القضاء العسكري مؤكدة أن تطوير منظومة الوزارة وفق ما جاء في التعديل الدستوري سيكون تحت نظر السلطة التشريعية وموافقتها ترجمة نانسي قنقر